عشية رأس السنة الصينية يجهد ألاف الصينيين أمام شاشات حواسيبهم لإجارة تذكرة لرحلة قطار توصلهم إلى ديارهم ففترة عيد رأس السنة الصينية تشهد أكبر تنقلات سكانية سنوية في العالم لأن التقليد يقضي بتنضية العيد مع العائلة في مسقط رأس الشخص سنقوم بالكثير من الأنشطة وسنقدم بعض العروض في المنزل وسنتناول الطعام في البيت معا وتبدأ الاحتفالات هذه السنة في التاسع عشر من شباط فبراير وستحمل وسائل النقل على اختلافها حوالي مليارين وثمانمائة مليون شخص إذ انطلق بيع التذاكر قبل ستين يوما مع أقبال كثيف جدا على شراء البطاقات رأس السنة الصيني هو كعيد الميلاد لدى الغربيين إنه احتفال مهم إنه عيد لا يجب تفويته في السنة وعمليات تبديل البطاقات أو إعادتها كثيرة جدا في هذه الفترة الأساسية فمن أجل تعزيز فرص الحصول على بطاقة يقتنص المسافرون البطاقات القليلة التي تتوافر حتى لو لم تكن ما يددونه بالتحديد خصوصا وأنه يمكن إعادة البطاقات من دون دفع أي غرامة حتى قبل خمسة عشر يوما من موعد السفر ومن هنا هذا الصباق المحموم على هذه البطاقات